أهوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مراء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لها لكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إنا في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قضاء متجاورات وجنات من أعناب وزرون ونخير سنوان وغير سنوان يشقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في العكل إنا في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبون قولهم إذا كنا تراب أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في آناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئات قبل الحزنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمده كل أنثى وما تغيث الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتال سواء منكم من أسر القول ومن جرى به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه منوال هو الذي يريكم البرق هوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل السوايق فيسيب بها من يشاء وهم يجادرون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباصر كفيه إلى الماء لا يبلغ فاهو ما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ظلال ولله يجدو من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال الله أكبر قل من رب السماوات والأرض قل لله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء قل هل يستوي الآمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماءا فسالت أودية بقذرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاحية أو متاع زبد مثله كذلك يذرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض كذلك يذرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم شوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهات فمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بأهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا وابتغاء وجه ربهم ويقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويذرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبة دار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعمى عقبة دار والذين ينقضون عهد الله من بعد نيثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفشدون في الأرض أولئك لهم اللانة ولهم شوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرح بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متى ويقول الذين كبروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يظل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمعنوا خلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمعنوا الخلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسنوا مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو رب لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سريلت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحلوا قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله إن الله لا يخلف المعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت واجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونهم بما لا يعلموا في الأرض وأن بظاهر من القول قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلموا في الأرض أم بظاهر من القول بل زيين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وصدوا عن السبيل ومن يذل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب لآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي ويد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وذلها تلك عقب الذين اتقوا تلك عقب الذين اتقوا وأقب الكافرين النهار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب بمن ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه ما آب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئني اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرشق الأنيات بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويذبت وعنده أم الكتاب وإنا ما نريناك بعض الذين عيدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ علينا الحساب أولم يروا أن نانات الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معاقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقب الطار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر